أما إذا كان هناك تشوه ملحوظ لكنه لا يسبب مشكلة بالسمع وده تقريبا أغلب الظن أن دي الحالة اللي اتسألت في السؤال بقى يعني فيه تشوه شكله واضح لكن الحمد لله ما فيش مشكلة في السمع وما فيش مشكلة وظيفية هنا الإجراء الطبي بيحصل أنه بيبقى فيه تعديل طبي لكنه غير جراحي ما بتبقاش عملية زي حالات الأذن الوتواطية مثلا وأغلب الظن برضو أن هي بتسأل على الأذن الوتواطية هي صحيح ما قالت لناش بس يعني مش عايزين نقول كتر خيرها المفروض أنها تقول معلومات لكنها بسبب أنها ما قالتش احنا تكلمنا عن حاجات كتيرة أو تمام؟ يعني غالبا دي حالة الطفل في السؤال بيكون العلاج أو التدخل هنا بنقول طبي وغير جراحي التعديل الطبي بيكون عن طريق تثبيت جهاز على الأذن لمدة 15 يوم وده بدون جراح خلاص؟ واللي بيساعد على إجراءة الإجراء الطبي ده أو بيساعد على نجاح الإجراء الطبي ده زي ما هي قالتنا في السؤال أنها قارة الحاجات دي مرونة الغدروف بتاع الأذن أنه غدروف الأذن عند الأطفال بيكون مرن فبيتحمل التعديل ده أن الجهاز اللي بيتحط ده زي ما قلنا لمدة 15 يوم طيب إيه الاحتمال الثالث؟ احنا قلنا أول احتمال أن يكون التشوه بسيط وغير ملحوظ ولا يؤثر وظيفين فقلنا بينسيبه الاحتمال الثاني أن التشوه ملحوظ بس لا يؤثر وظيفين فقلنا بنعمل تعديل طبي وليس جراحي الاحتمال الثالث أن يكون التشوه كبير كبير بقى بغض النظر بقى ما أثر وظيفين ولا بسواء كبير فده بيتم إصلاحه بعملية جراحية لكن إمتى مش قبل عمره أربع سنين يعني أربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين يعني في الفترة من أربع سنين لست سنين وده ليه؟ ده له سبب لأن النمو التشريحي لغدروف الأذن الغدروف بتاع الأذن ده ما بيكتملش إلا عند عمر أربع سنين يعني ما بين عمر أربع سنين وست سنين يعني إيه ما بيكتملش يعني ما ينفعش ندخل نعدل حاجة طبيا جراحيا يعني إلا وهي استقرت على شكلها النهائي إنما طول ما هي لسه بتتكون إحنا قلنا بتفضل تتكون شكل الودن دي عند الطفل لغاية أربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين فساعتها العملية بتتعمل بس مينموم يعني بتتعمل عن سن أربع سنين أو حد أدنية أما الاحتمال الرابع وجود تشوخ كبير وتأثير كبير على السمع من الناحية السلبية يعني بيكون في ضعف سمع هنا بقى بيتم تركيب سماعات في أذن الطفل تمام يعني الاحتمال اللي فده اللي فيه التشوخ الكبير اللي قلنا هنعمله جراحة عند أربع سنين بس بشرط إن وظيفيا الأذن كويس يعني الطفل بيسمع إنما الاحتمال بقى الأخير إنه يكون التشوخ كبير يعني مش هنقدر ندخل جراحيا قبل أربع سنين أو خمسة أو ستة لكن بنستخدم بقى سماعات طبية في أذن الطفل لغاية ما ييجي أو يحيين موعد الجراحة وده طبعا لتجنب تأثر وظيفة السمع ده من ناحية وللمساعدة على إن الطفل ده يطور الكلام من ناحية تانية لأنه زي ما قلتلكم مرارا وتكرارا أن الكلام مهارة سمعية إحنا عشان نتكلم نتعلم الكلام أطفالنا عشان يتكلموا لازم يسمعونا يسمعوا الأول وبعدين يتكلموا التخصص المسؤول عن علاج هذه الحالة الدقيقة كل الحالات السابقة دي التخصص المسؤول عن علاجها هو تخصص طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة لأن في ناس ممكن تفتكر إن ده تشوهي بقى دكتور تخصص تجميل لا التخصص المعني بعلاج هذه الأمور كلها تخصص أمراض الأنف والأذن والحنجرة